كابتن عبدالله الحالات التحكمية لمباراة النصر والوحدة الإماراتي فضل عبدالله مساء الخير للجميع ومبارك لكرة السعودية هذا التأخذ المستحق نبدأ مباراة النصر الحالة الأولى كانت في الدقيقة 38 وهي الحالة التي حدث فيها عملية دهس من قبل لاعب الإماراتي للاعب النصر وهذه الحالة نؤكد أنه لا يوجد فيها أي خطأ لأن هذا الفعل حدث أثناء السياق الحركي لللاعب ولعل هذا الفعل يخلينا نرجع الحالة مماثلة حدثت في الدور السعودي طبعا هنا الحكم راجع الحالة ولم يعلن عن أي عقوبة وهذا قرار صحيح نأتي حالة ربطناها مع الدور السعودي في مباراة أبهو النصر وأنا أكد فيها شخصيا أن هذه الحالة كان يتوجب أن لا يتم فيها أي عقوبة لأنها أيضا ضمن السياق الحركي هنا في المباراة تم إنذار لاعب النصر وهو إنذار خاطئ وهذا الربط لإيجاد توازن في التحليل التحكيمي اللي نحن قاعدين نأدي فيه من خلال هذه القناة نأتي للحالة اللي بعدها وهذه حالة قام لاعب النصر باللعب بطريقة خطرة عن طريق اللعب بطريقة الدبل كيك أدى ذلك اللعب إلى حدوث ركل مع لاعب الوحدة العقوبة كانت الإنذار وهي عقوبة مستحقة لأن هنا لم يتم هناك مباشرة بالذات من القدم لوجه اللاعب والعقوبة كافية بالإنذار نأتي إلى الحالة اللي بعدها وهي حالة تسجيل النصر لإحدى أهدافه هذا الهدف نؤكد أنه سجل بطريقة صحيحة لأن الكرة كانت أقرب إلى المرمى هنا إذا تجاوز اللاعب المدافعين الكرة هي الحكم في التسلل والقرار صحيح هنا أيضا هدف آخر نؤكد أنه سجل بطريقة صحيحة العتب على الحكام أنه تمت مراجعته في وقت أطور رغم أنه هدف صريح ولكن الحالة صحيحة نأتي إلى حالة أهم في المباراة وهي حالة مهاجمة باستخدام يعني ترتقي إلى القوة المفرطة للأسف الحكم هنا حتى الإنذار لم ينذر وأن كنت أرى أن يذهب الحكم إلى الطرد ولكن في أسوأ الظروف كان لابد أن يظهر الإنذار في هذه الحالة نتيجة هذا الفعل لكن الحكم لم يوفق فيها هذه مجمل حالات